رغم كل محاولات التأثير والتعطيل تمت عملية إداع لائحة لصحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي من قبل عدد من ممثلية الكتل البرلمانية مواقع 73 إمضاء وهو العدد المطلوب قانونيا لتمرير اللائحة والسبب هو الأداء الكارثي في إدارة المجلس وأجر البلاد لتحرفات مع الإخوان تخدم مصالحه الحزبية وبالتالي الرسالة التي بعثناها هي رهي قف لرئيس تجاوز كل الصلاحيات المعقولة وعجز على أنه يقوم بدوره دور الحكيم دور المجمع دور رئيس كل النواب بدون استثناء ما رعنا إلا أنه شهر بعد شهر وتتأكد لنا في مجلس نواب الشعب في تونس أنه الرئيس هو رئيس لكتلة برلمانية بعينها حان الوقت بكل الزملاء ومع هذا الوعي الجماعي الموجود أنه نفكر في رئيس جديد يكون قاعدة فيه احترام القانون احترام النظام الداخلي ونمر لأصل اللي يمكن نختلف فيه اللي هو المظامين يصحب البساط تدريجيا من تحت أقدام حركة النهضة في الحكومة والبرلمان بعد تسبوبها ورئيسها في أزمة سياسية خانقة في البلاد كان آخر فصولها العنف الحاصل تحت قبة البرلمان في جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية رئيس مجلس النواب هو يتحمل الأزمة نتاع الرئاسة نتاع البرلمان وإذا كان السيد رئيس مجلس النواب غير قادر بش يأمن كرسيه وبش حلم مشكلة كرسيه اللي هو ما هوش قادر بش يوصله يقول كيف يش تحب مشكلة ليبيا الأزمة السياسية في البلاد أنهت وجود الحكومة بعد ولادة قيصرية وعطلت أعمال البرلمان وشلت عمل مؤسسات الدولة وقد يكون الحل صعبا وفق بعض المراقبين إذا لم يكن هناك عقلات وتكون هناك توجهات واضحة ستسقط هذه الحكومة وفي ذل هذا التشرذم الكبير الموجود إذا وصلت الصراعات الإديولوجية والصراعات الحزبية الضيقة وعدم تغليب مصلحة تونس أعتقد أن وعات الانتخابات تعتبر هي الحل الوحيد والأمثل في ذل الظروف الصعبة وبين مصار برلماني معطل ومصار حكومي جديد تبدو مفاوضات اللحظات الأخيرة وحسابات الأحزاب محددة للمصار السياسية بكل تنقضاته ورد عبدالله الحدث تونس